بينما تستمر الاستعدادات لحفل الزفاف في المبنى الخارجي يقرر يابز إجراء تغييرات كبيرة في حياته نتيجة لتجاربه مع إلول بالتوازي مع هذا تصدم نوران بشيء تجده تجد أسلم نفسها في موقف لم تريده أبدا بسبب كان في موازات ذلك سيكون لدى برشين ورقة رابحة كبيرة فاتح الذي يحاول فسخ زواج أوزان وأسلم يصل إلى هدفه بشكل أسرع بمساعدة كوراي أعد كوراي خطة باستخدام حسن نية أسلم ويعتقد أنه بهذه الطريقة سيدمر العلاقة بين الاثنين تماما بينما يقوم إلول وكوراي بالتحضير لحفل زفافهما يراقبهما ياجز من بعيد ياجز مصمم على الذهاب سوف يترك الجميع وراءه عائلتها مدرستها إلول وطفلها إلول التي تحاول إقناع نفسها ومن ثم كل من حولها بحب كوراي لن تتمكن من إخراج ياجز من عقلها من ناحية أخرى سيحاول يغيز الفوز مرة أخرى باستخدام آخر الأوراق الرابحة التي تركها لإلول يعتمد اختيار إلول على سعادة عائلتها من ناحية أخرى لا برسين ولا سيبل ولا فاتح ولا جولد راضون عن زواج أسلم وأزان السعيد عندما جاءت خطة برسين الانتحارية بنتائج عكسية قرر إشراك فاتح كان بينما يتسبب كان في المشاكل فهو يخطط للانتقام من سيبل وطارق وهدية ياجز الذي لا يستطيع التخلي عن إلول بأي شكل من الأشكال لم يترك إلول أبدا وسيحاول الاجتماع معا مرة أخرى على الرغم من أن عدنان وكوراي يخططان ويحاولان إيذاء عائلة إلول إلا أن ياجز سيمنعهما بغض النظر عن مدى سرية محاولة ياجز القيام بذلك فلن تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل نوران في موازات ذلك سيكون أسلم هو من ينقذ برسين الذي حاول الانتحار لإفساد الصورة العائلية السعيدة لأسلم وأوزان على الرغم من أن أسلم وأوزان لن ينفصل مهما حدث بدأ برسين وفاتح حربا للفصل بينهما لم يستطع يشار أن يتحمل ما كان يحدث وخاطر بكل شيء لتدمير ياجز بغض النظر عن مدى محاولة إلول إقافه سيكون هناك بعض الأشخاص غير المتوقعين الذين سيقفون يشار بينما يحاول يغيز التحدث إلى إلول تهرب إلول من ياجز من ناحية أخرى بينما يستمتع أسلم وأوزان بلقاء بعضهما البعض أخيرا عندما يفشل فاتح في قطع الأمور بينهما سيفعل برسين كل شيء لإفساد هذه السعادة من ناحية أخرى لا تعرف سيبل ماذا تفعل بالحقيقة التي عرفتها من نتيجة فحص الحمض النووي بينما يجعل إلول والده يعاني عن غير قصد من الألم الأكبر الذي كان يخشى أن يحدث له ياغيز يسعى جاهدا من أجل سعادة أوزان وأسلم بينما يحاول برسين وفاتح منع سعادة الأشخاص الذين يحبونهم ستكشف سيبل وجنكيز عن بقية الحقائق فاتح وبرسين اللذان حاول إفساد حفل الزفاف والأب الذي حاول قتل يابز لإيذاء ابنته وأولئك الذين لا يستطعون الانفصال عن بعضهم البعض مهما حدث عندما علم يشار أن أبنته حامل لا يحب هذا الوضع يتخذه ونران موقفا قاسيا جدا ضد إلول يتخذ إجراء لإطلاق النار على يغيزي الذي يعتقد أنه لطخ شرف ابنته بينما كان على وشك إطلاق النار على يغيز يمر إلول من أمامه يقول كوراي الذي يأتي في اللحظة الأخيرة إنه إلول عاشقان وأن الطفل الذي في رحم إلول هو طفله إلول التي تشعر بالقلق بشأن إنقاذ حياة يغيز لا يمكنها الاعتراض على ذلك أسلم وأزان يستعدان لحفل الزفاف وسوف يقيمون حفل الزفاف في مقهى المدرسة يحاول فاتح وبرسين منع ذلك يرسل فاتح أشخاصا من بعده لاختطاف أسلم لكنه لا ينجح جولد وممتاز لا يوافقان على زواج أوزان وأسلم السريعة عارض غفت وطارق أيضا ذلك في البداية ولكن بعد ذلك عندما فهموا سبب قيام الشباب بذلك قرروا دعمه ينهار اتفاق فاتح وبرشين لأنهما لا يستطيعان منع علاقة أسلم وأوزان يشتري أوزان وأسلم ساعة من مكتب الزواج ليتزوج في حفلي الدريم يذهبون لشراء فستان الزفاف فاتح الذي يتابعه الناس وبالتالي برسين يتعرف على هذا الأمر ويتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه عندما علم كوراي أن إلول حامل قرر أنه يمكنه استخدام هذا السري لصالحه والزواج من إلول يذهبون ليطلبوا الفتاة مع والدتها يشار لا يتخلى عنها لكن كوراي متأكد من أنه سيحصل عليها لاحقا عندما تأخذ نوران ويسار إلول التي فقدت الوعي إلى المستشفى يعلمان أن إلول حامل سيبل وجنكيز يسلمان الشعر الذي أخذوه من أسلم وطارق إلى مختبر الحمض النووي سيكتشفون ما إذا كانت أسلم هي ابنة طارق أم لا على الرغم من فشل جهود إلول لإنهاء حملها إلا أنها قادتها إلى الحصول على شريك جديد وخطير للغاية من أجل سرها بينما يفقد يغيز الأمل ببطء بشأن إلول يبدأ وضع الخطط بشأن مصيرهما دون علم كليهما سعادة أوزان وأسلم ستقرب بين عدوي هذا الحب بينما يحاول أسلم وأوزان إنشاء منزل متحدين كل العقبات التي من شأنها أن تفسد سعادتهم فإن جولد مصممة على لقوف ضد هذا الاتحادي بينما تبحث إلول عن طريقة لإنهاء حملها يتتبع يابز حركاتها المشبوهة بينما يحاول أوزان جمع الجميع بحجة تقديم موعد الإطلاق فإنه سيواجه إيضا بيرشين وأسلم ويظهر للجميع الحقيقة في حين أن ألعاب سيبل ستسبب شرخا بينها وبين طارق فإنها ستقربها من جف بالتوازي فإن ضعف إلول المستمرة وغثيانه سوف يجذب انتباه ياجز بينما يتبع ياجز إلول تحاول عائلة ياجز منعه من مقابلة إلول راضية من ناحية أخرى تراقب ما يحدث من بعيد جميع الألعاب التي أقامها عدنان وبرشين وسيبل تظهر إلى النور واحدة تلو الأخرى لقد أدرك الجانبان الآن بعض الأشياء بينما تنكشف لعبة بيرشين بفضل الهدية يبحث أسلم عن أوزان وأوزان يبحث عن أسلم ومن أجل منع هذا اللقاء يتبع فاتح أسلم بالتوازي مع إلول وياجز كانت الفتاة التي أنقذها نرمين والتي أحبها كثيرا وحاول تقديمها لابنه موجودة بالفعل في حياة ياجز أما راضية فلا تزال تنتظر بصمت على الهامش أن تهدأ العاصفة بعد أن سئم أوزان من ألعاب بيرشين أصبح الآن مصمما على الكشف عن كل شيء ومن أكتشف بالفعل ومن أكتشف بالفعل